مركز توثيق الإسلام السياسي يتوقع انتشار السلفية الحديثة في النمسا ويمكن نتوقف عند هذا الخبر يمكن بدأنا بها بتكوين حزب سياسي زهوية دينية وهنا فيه تخوف من مركز توثيق أو بيحذر أن هناك انتشار للسلفية الحديثة هو كان فيه سلفية قديمة ودرأت فيه سلفية حديثة هذا الموضوع قال لك مركز توثيق الإسلام السياسي قال ان السلفين أعادوا إنتاج أنفسهم وأعادوا تكوين نفسهم بطريقة أن حدثوا آلية تواصلهم يعني قال لك السلفية الحديثة بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بيطلعوا لايف على التيك توك بيطلعوا لايف بيسجلوا بعض الفيديوهات يعني بيحاولوا ينشروا أفكار بطريقة حديثة يسموه السلفية الحداثية أو الجديدة ولكن أفكار هي هي التشدد هو هو طريقة التكفير طريقة الإلغائية الموجودة هذا الشيء موجود مع الأسف السلفية من جهة واليساريين المتشددين من جهة أخرى التقوا وين قالت لك مركز توسيق الإسلام السياسي قال لك التقوا في مظاهرات فلسطين أستاذ مبدوع شوف الموضوع بالتالي مع الأسف الشديد طبيعي القضية الفلسطينية هي قضية محورية وقضيتنا جميعا وكلنا مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي الحاصل اليوم ما حدا بيقدر يكون مع الطرف المجرم ولبأ أي حال من الأحوال وأيضا ليس مع طرف إجرام حماس يعني بنفس الوقت وبالتالي المركز التوصيق هذا عم بيقلك أنه أنه يتم استقطاب يتم استقطاب العديد من الفلسطينيين العديد من المسلمين بشكل أو بآخر من خلال خطاب سلفي متشدد ولكن باستخدام أساليب حديثة بمسك تليفون بعمل كذا بعمل مقابلات بالشارع ولكن أنا فعليا عم روش خطاب متشدد وده في عباءة الدفاع عن الفلسطينيين أيوة أشكرك في عباءة الدفاع عن الفلسطينيين ولكن هو في الواقع لترويج تطرف وتشدد وإلغاء للآخر وعدل تقبل الآخر ولكن هو في نفس الوقت بقول لك أنا منفتح ومتقبل ولكن عندما تحاولوا بجملتين فورا بكفرك يابدخلك جهنم يابدخلك الجنة هو قادر على أنه يعمل كل شيء بالضيافة وبالتالي هذه أفكار مريضة يجب تحييدها يجب عدم التعامل مع أفرادها يجب الانتباه والتنبه لها قضية فلسطين قضية طاهرة الإسلام والمسلمين قضية طاهرة المسيحية والمسيحيين قضية طاهرة لا يجوز إدخال هذه الأمور وخلطها بالضبط من أجل أديولوجية معينة وهنا بيقولك بيحذر أن في أنشطة لحركة حزب التحرير يعني هذا حزب التحرير طبعا ولكن بيقولك هذا بألمانيا بالنمسا مو موجودة كتير ولكن ما هو حزب التحرير هو فعاليا فكر سلفي إلى حد كتير كبير بشكل أو بآخر نعم